أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة وإليكم عنوينها عشرات الجرحة في يوم دام بالقدس والمصلون يعودون إلى الأقصى حزب الله يعلن هدنة شاملة في معارك عرسال وغارة للنظام على الغوطة الشرقية وقتلى بقنابل التحالف الدولي في مدينة الرقة ونتابع في نشرتنا الأخيرة أيضا جرح من بينهم قادة في المعارضة الموريتانية بعد قمع السلطات مظاهرات مناهضة لتعديل الدستور أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار الأخيرة لهذا اليوم من التلفزيون العربي في لندن أنا وائل تميمي وأنا أمال عراب نبدأها مشاهدين من فلسطين أين أصيب أكثر من تسعين فلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بحاة المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين فيها وبحسب شهود عيان فإن القمع تركز في منطقة مصلى قبة الصخرة بتزامن مع دخول ألاف المصلين إلى المسجد لأداء صلة العصر وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الإصابات ناتجة عن اعتداء بالضرب وأدت إلى كسور وجروح ورغم ذلك أدى الألاف من الفلسطينيين صلاة العصر في حرم المسجد الأقصى لأول مرة منذ 12 يوما وعدوا فأخلفوا وأظهروا للعالم ردوخهم لمطالب ألاف الفلسطينيين المرابطين بمحيط المسجد الأقصى لكن جنود الاحتلال أصروا على تعكير مزاج المقدسيين حيث دلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى فيما كان آلاف المسلمين يدخلون المسجد بعد انقطاع لإسبوعين إثر إزالة إسرائيل كل الإجراءات الأمنية المستحدثة في محيط الحرم القدسي كما نشرت سلطات الاحتلال قوات الوحادات الخاصة وشرطة الشغب الإسرائيلية التي كانت بكامل عدتها وعتادها مسلحة بمختلف أنواع السلاح في باحات مسجد الصخرة والمسجد الأقصى لتتحول الصلاة إلى صدام بين المصلين وقوات الاحتلال التي اعتدت على الأطفال والنساء والشبان وحتى الصحفيين داخل باحة المسجد الأقصى كما قامت تلك القوات بإنزال العالم الفلسطيني من على سطح المسجد القبلي الهلال الأحمر الفلسطيني أكد إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الدخان والغاز في باحة الأقصى ينضم إلينا من القدس علي مواسي رئيس تحرير مجلة فسحة الإلكترونية سيد علي كيف تبدو الأوضاع في القدس حاليا؟ تحية لكم قبل أن أجيبك على سؤالك لا بد من التأكيد على مسألة بأن ما يشهد اليوم في القدس والمسجد الأقصى ما أحرزه الفلسطينيون حتى اليوم الفلسطينيون وحدهم وأهل القدس وحدهم من حققوا ذلك ولا يلسب إنجازهم لا لأي زعيم ولا لأي ملك عربي هناك البعض عبر إطلاق هاشتاغات معينة مثل الأقصى في قلب سلمان يدعون بأن ما أحرز وأنجز ينسب إلى قيادات وزعامات هذا غير صحيح يعني القضية لو سمحت لي القضية ليست هي التي دفعت الحلال الإسرائيلي القضية ليست تويتر هناك بيانات رسمية خرجت من الرياض ومن أبو ظبي تنسب ما جرى اليوم في القدس ليس لنضالات الشعب الفلسطيني وإنما للأنظمة العربية هذه الأسماء غير موجودة في الشارع المقدس اليوم لم يكترث بها أحد لم يأتي على ذكرها أحد ولا نسمع ذلك إلا عبر وسائل الإعلام هذه نقطة النقطة الثانية أن ما شهدناه اليوم من قمع وحشي تجاه المرابطين والمصلين لم يكن فقط من أجل أن تحاول دولة إسرائيل أو قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تفرض سيطارتها على المكان بل هي كانت رسالة أيضا موجهة للمجتمع الإسرائيلي أراد أن يوجهها بيبي نتنياهو الذي بدأ حتى في أوساط اليمين وأوساط المستوطنين بنقده حتى صحيفة إسرائيل هايوم الصحيفة التابعة له الدائمة له طيلة الوقت اتهمته يوم أمس بأنه أدار المعركة بشكل فاشل أراد بنيمين نتنياهو أن يستعرض اليوم العضلات لكن رد فعل الشارع الفلسطيني بعشرات الآلاف ممن استطاعوا أن يدخلوا المسجد الأقصى والآلاف ممن لم يستطيعوا الدخول وهذا لا بد من الإشارة أن هناك الآلاف لم يستطيعوا الدخول أراد شعب الفلسطيني اليوم تصدى لهذه المحاولات وحتى الآن حتى هذه اللحظات ما زالت المواجهات مستمرة وهناك شهيد سقط الآن أستاذ علي مواسي تصلنا المسجد القبلي وتحاول نعم تصلنا الآن الأخبار أن شهيدا سقط جراء المواجهات نعم طبعا الشهداء الذين سقطوا والجرحى الذين سقطوا نتمنى ألا يذهب دمهم هضرا الشارع يلبي نداء هذه الدماء الشارع الفلسطيني يقدر عظيما التضحيات التي يقدمها جزء كمير من أبناء شعبنا ألف رحمة على الشهداء ونتمنى الشفاء لكل الجرحى والحرية للمعتقلين لا بد من التأكيد أيضا على أن ما تشهده مدينة القدس اليوم هو ليس حادثا منعزلا عن السياق المقدسي المستمر منذ عام 2014 حتى اليوم هذا من الضروري التأكيد عليه منذ هبة محمد أبو خدير عام 2014 حتى مرورا بعام 2015 هبة القدس والأقصى التي انطلقت بعد تغيير الوضع القائم أو التقسيم الزمني الذي حاول الاحتلال أن يفرضه حتى اليوم مدينة القدس تعيش هبة تلو الهبة تعيش انتفاضة مستمرة متقطعة تعلو وتخفت لكنها مستمرة مدينة تتحمل وزرا كبيرا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن الأمة العربية سيد علي فقط ومشاهدين كرام أود أن أوضح بأن الأخبار تصلنا الآن اسمح لي فقط سيد علي مواسي أن أوضح مشاهدين بأن تصلنا الآن الأخبار وبينما نحن نتحدث بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الآن ساحات المسجد الأقصى حيث المرابطون والمعتصمون الفلسطينيون ما زالوا يتجمعون وتلقي قنابل الغاز على المصليين والمتجمعين هناك وأن شهيدا سقط جراء هذه الاشتباكات سيد علي مواسي غدا الجمعة والاشتباكات مستمرة ماذا نتوقع يوم غد الحراك الشباب المقدسي دعا المرابطين والمصلين للتوجه إلى المسجد الأقصى والرباط فيه يوم غد للدفاع عنه لأن ما قامت به قوات الاحتلال اليوم وبعد أن دخل المصلون إلى المسجد الأقصى قامت بإغلاق البوابات حرمت أيضا عشرات الألاف من الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى ثم استفردت بهم في الخارج واستفردت بالقسم الآخر في الداخل بقنابل الصوت بالرصاص المطاطي بوحدات المستعربين اليوم حاولت حكومة إسرائيل وقوات القام أن تلتف على ما حققه الشعب الفلسطيني من إعلان أن هذا المكان المدينة وبمسجدها وبكافة مواقعها هي ملك للشعب الفلسطيني والسيادة فيه للشعب الفلسطيني قوات الاحتلال حاولت أن تلتف على ذلك هذا أدى إلى استمرار الغضب واستمرار الاحتقان ولهذا السبب هناك دعوات للمفير يوم غد الجمعة ومتوقع قياسا على ما كان يوم الجمعة الماضي أن تشهد المدينة غدا اشتباكات عنيفة ومواجهات مع قوات الاحتلال سيد علي كيف تفسر الحكومة الإسرائيلية لمواطنيها هذا التراجع الكبير لم نعهد أن إسرائيل تتخذ خطوات وإجراءات قمعية كالعادة ثم تتراجع عنها بهذه الصورة ما هي الرواية الإسرائيلية لما جرى؟ الرواية الإسرائيلية لما جرى أراد بن يمين نتنياهو أن ينزل عن شجرة على عليها فلجأ إلى بعض الأنظمة العربية هناك حديث عن صفقة جرت بين النظام الأردني وحكومة إسرائيل برعاية أمريكية حول تخطي هذه المسألة لكن كل التفسيرات التي تقدمها الحكومة لمواطنها ولشعبها هي على ما يبدو غير مقنعة لهم النخب السياسية وأيضا الشارع وبالذات المستوطنين لا يقبلون روايات نتنياهو بأن هناك اتفاقات جرت مع بعض الأنظمة العربية لإنشاء أنظمة مراقبة على مدار ستة شهور قادمة تكلفتها مائة مليون شيكل هذا هو التفسير الذي يحاول أن يقدمه نتنياهو لكن منذ ليلة أمس مع تشييع جثمين شهداء أم الفحم الثلاثة محمد جبارين ومحمد جبارين ومحمد جبارين كانت هناك رسالة بأن ما تم التوصل إليه مع بعض الأنظمة العربية بالالتفاف على قرارات الشعب الفلسطيني هذا الأمر غير مقبول القرار والكلمة النهائية هي للشارع هي للشعب الفلسطيني هي للحراك المقدسي الذي أصر أن يدافع حتى النهاية عن سيادته على المكان حكومة من يمين نتنياهو تحاول أن تظهر بأنها تريد أن تعيد التهدئة إلى الهدوء إلى المدينة وأن تكبح الغضب وأن إزالة أي إجراء أني بعد الرابع عشر من تموز كان بسبب التوصل إلى اتفاقات مع أنظمة عربية لكن الشارع الفلسطيني اليوم قال هذا غير مقبول هذه الصفقات غير مقبولة علينا يجب أن تكون هناك سيادة كاملة للشعب الفلسطيني على المسجد الأقصى ومجمل الكدس شكرا جزيلا علي مواسي رئيس تحرير مجلة فسحة الإلكترونية كان معنا من مدينة القدس دعا رئيس كتلة حركة المقاومة الإسلامية حماس في المجلس التشريعي محمود الزهار الفصائل الفلسطينية لدراسة تشكيل جبهة وطنية تواجه ما وصفها بمؤامرات العدو ضد القدس والأقصى نعم ومن جانب آخر دعا القياد المفصول في حركة فتح محمد دحلان في أول مشاركة له في جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني منذ انقسام الفلسطيني عام 2007 إلى اجتماع قيادية موسع في القاهرة يحضره قادة فصائل العمل الوطني والإسلامي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية القدس ودعم أهلها كما قال هو اللقاء الأول للرجل تحت قبة البرلمان القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان يتحدث من دولة الإمارات عبر تقنية الفيديو كونفرنس عن القدس وغزة لأول مرة بوصفه نائبا في المجلس التشريعي عن حركة فتح وبحضور نواب كتلة التغيير والإصلاح كتلة حماس البرلمانية فإنني أدعو إلى تجاوز كل الخلافات الداخلية واتخاذ ما يتوجب من إجراءات لإنهاء الانقسام مما يستوجب خطوات عاجلة أولا عقد اجتماع للإطار القياد الموسع في القاهرة يحضره كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي والشخصيات الوطنية الفاعلة المستقلة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية ودعم القدس ولإنهاء الانقسام فورا نواب حماس أكدوا على أن الدعوة للجلسة شملت كل الكتل البرلمانية فيما حضر فقط نواب عن حماس وفتح وبعض النواب المستقلين هذا حلال أن نشارك فيها هو جزء من حركة فتح بغض النظر عن انقسامات والانشاطرات لكن هو جزء من حركة فتح كنا نود أن كل حركة فتح يعني بأوامر من الرئيس عباس رئيس حركة فتح أن تشارك في هذه الجلسة كل الكتل البرلمانية تشارك ولكن للأسف الشديد ما زالت بعض التجاذبات السياسية تحول دون العمل معا يفهم فلسطينيا أن هذه الجلسة بند من بنود اتفاق حماس دحلان الذي جرى خلال الأسبوع الماضية في القاهرة وما حدث اليوم بمثابة تتويج وإعلان رسميا بغطاء قانوني ونأمل أن تشكل هذه الجلسة فاتحة خير ومدخلا أساسيا لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية والبرلمان الفلسطيني وفيما تتباين أرأوا الفلسطينيين في غزة بشأن دور دحلان في هذه المرحلة إلا أن هناك ما يشبه الاتفاق حول ما قد تقدمه تفاهماته مع حماس خلال الأيام القادمة في ملفات معبر رفح البري وأزمة الكهرباء وغيرها يجري الحديث بقوة عن قرب موعد زيارة قيادات محسوبة على محمد دحلان من القاهرة إلى قطع غزة خلال الأيام القادمة فيما يبدو أن الأمر رهان التقدم في ملف المصالحة المجتمعية التي بدأت عملها في القطاع منذ عدة أيام باسل خلف التلفزيون العربي قطع غزة ونشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل لبنان حزب الله يجنح إلى السلم بدأ اليوم سريان وقف لإطلاق النار في منطقة عرسال عند الحدود اللبنانية السورية وقالت وحدة الإعلام الحربية التابعة لحزب الله إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ السادسة صباحا بالتوقيت المحلي هذا وأكد شهود عيان أن الاشتباكات توقفت تماما على جميع الجبهات في المناطق القريبة من بلدة عرسال الحدودية اللبنانية وكذلك في مناطق القلمون الغربي التي شهدت أسبوعا من المواجهات الدامية التي سقط خلالها عشرات القتل من الطرفين أعلن حزب الله وقف إطلاق النار مع مسلحي هيئة تحرير الشام لتنجح بذلك المفاوضات التي أفضت إلى انسحاب المسلحين إلى خارج جرود عرسال وانتقالهم عبر معبر آمن إلى إدلب مقابل تسليم الهيئة ثلاثة أسرة لحزب الله اتفاق جاء بعيد أعلان الأمين العام للحزب حسن نصر الله عن اقتراب حزبه من هزيمة جبهة فتح الشام وعزمه تسليم كل الأراضي والمواقع بجرود عرسال الواقع على حدود بين لبنان وسوريا إلى الجيش اللبناني نحن أردنا أن نطرد هؤلاء المسلحين لما يشكلونه من إرهاب وتهديد وخطأ وبالتالي نأمل ونحن نأمل أيضا من قيادة الجيش اللبناني إن شاء الله في أقربات ممكن أن تتحمل هذه المسؤولية وأنا بعلن نحن جاهزون لتسليم كل الأرض وكل المواقع التي دخلنا إليها من شان يتاح لاحقا لأهل عرسال الكرام أن يعودوا إلى بساتينهم وإلى كساراتهم وإلى مقالعهم وإلى جودهم لتتجه الأنظار بعد عرسال إلى جرود بلدتين القاع ورأس بعلبك حيث بدأ الجيش اللبناني سعداداته لخوض معركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وباشرت قيادته وضع خطط للهجوم وإرسال التعزيزات لتلك المنطقة السيد حسن نصر الله تحدث عن أنه سيتحدث عن جرود القاع ورأس بعلبك وهي المناطق التي تسيطر عليها تنظيم داعش في فترة لاحقة بعد الانتهاء من المفاوضات مع جبهة النصر قد تؤجل هذه المعركة إلى ذلك الوقت وقد يلجأ الجيش اللبناني إلى فتحها في أقرب فرصة ممكن أو أقرب وقت ممكن وذلك للدلالة على أنه لا يتأثر بقرارات حزب الله أو بحساباته والاستدلال على أنه صاحب قرار مستقله واختار توقيت فتح هذه المعركة وعلى الرغم من أن الدلائل تشير إلى أن ساعة الحرب قدنت إلا أن ذلك لا يلغي احتمال نجاح المفاوضات مع تنظيم الدولة الإسلامية في انسحاب مقاتليه مقابل الكشف عن مصير العسكريين المخطوفين لديها منذ عامين إذن عاد سلاحه حزب الله إلى الواجهة يريد الحزب استغلال نتائج هذه المعركة لمواصلة التأثير على المزاج الشعبي لتقبل وجوده المسلح فيما يحاول خصومه ولو متأخرين التأكيد بأن ما جرى لا يغير من موقفهم الرافض لشرعانة هذا السلاح ميثم قصير التلفزيون العربي بيروت ومن بيروت ينضم إلينا الكاتب السحفي مونير ربيع أهلا وسهلا بك أستد مونير ما هي الدوافع الحقيقية لجنوح حزب الله للسلم أم أنه كان مضطرا لذلك بداية المفاوضات كانت جارية منذ فترة تمتد على ما قبل حصول هذه الاشتباكات لكن بعد الظروف السياسية والتطورات الميدانية حول تلك المعركة حالت دون تطبيق هذا الاتفاق الذي بدأ مع تنفيذ اتفاق المدن الأربعة التي تتعلق بالزبدان ومضايا مقابل كفرية والفوعة لكن بعض التفاصيل عرقلت تنفيذ هذا الاتفاق اتفاق انسحاب مسلحي جبهة النصرة وسرايا أهل الشام من جرود بلدة عرسال وجرود بلدة فليطة باتجاه الداخل السوري هذه المفاوضات نحن نقول اتفاق ونتحدث عن هدنة بين الطرفين لكن فعليا هل كان هناك اتفاق بالمعنى الفعلي للكلمة وبتوقيع من الطرف الآخر نعم هذه المفاوضات لا تؤدي الى اتفاقات موقعة تؤدي الى اتفاقات ميدانية هي عمليا ليست بين دول او بين جهات سياسية رسمية هي بين حزبين او بين حزب لبناني يريد تحرير بعض الاراضي اللبنانية من هذه المجموعات كما يدعي مقابل مجموعات تثور على النظام السوري منها ما هي معتدلة وتتبع للجيش السوري الحر ومنها ما هي تابعة لجبهة النصرة وبالتالي لا يمكن الخروج بتوقيع اتفاق رسمي بين الطرفين هذه الاتفاقات غالبا ما تحصل ميدانيا أي تنسحب جبهة النصرة وينسحب مسلحوها باتجاه الداخل السوري مقابل فتح ممر آمن لهم من قبل حزب الله مقابل ان يطلقوا سراح عدد من أسرى الحزب الذين يحتفظون بهم منذ معارك سابقة بالإضافة إلى جثث لبعض المقاتلين وبالتالي لا يمكن الحديث عن اتفاق رسمي في هذا المجال خصوصا أن بعض أجهات رسمية تدخل فيما بعد هل هناك على الأقل أي ضمانات لاستمرار هذه الهدنة؟ هذه الهدنة ستستمر إلى 72 ساعة في تجارب سابقة سواء في الزبداني أو في مضايا أو في قرى وادي بردة وفي مناطق أخرى في سوريا حصلت تجارب مشابهة وأن كان يجب الإشارة إلى أنها كانت أفضع لأنها احتوت على تهجير مدنيين من تلك الأراضي ومن منازلهم ومن بيوتهم باتجاه مناطق أخرى وهي عمليا باتجاه العراء الآن الحديث عن مجموعات مسلحة قد تشمل هذه الاتفاقات بعض المدنيين دخل الصليب الأحمر الدولي على الخط أيضا الدولة اللبنانية ممثلة بمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم دخل على الخط وقد يكون هناك تنسيق غير مباشر بين لبنان وبين النظام السوري لأجل ضمان تنفيذ هذا الاتفاق خصوصا أن مسلحي جبهة النصرة سينتقلون من الجرود العرسلية إلى الداخل السوري عبر مناطق يسيطر عليها النظام السوري وبالتالي هناك حاجة ليوافق هذا النظام على هذا الأمر ليسمح لهم بالانتقال التجارب السابقة أوحت بأن الجزء الأول غالبا ما كان يطبق من هذه الاتفاقات فيما الضمانات التي تتعلق بالحالات الإنسانية أو بالمعتقلين أو بالعائلات لا أحد يوليها أي اهتمام لدى الطرفين يوليان الاهتمام الأساسي لتحقيق مقاربهم العسكرية فيما بعد لا أحد يأبه لشؤون المدنيين وهذا ما حصل مثلا خلال إدخال عدد من العائلات حوالي المائتين وخمسين عائلة دخلوا إلى بلدة عسال الورد بمبادرة سبقت هذه المعارك دخلوا من بلدة عرسال حصلوا على ضمانات بأنه لم يتم توقيف أحد منهم أو لم يتم استدراجهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية ولكن بعد عودتهم سقطت كل الضمانات وجندهم النظام السوري هذا بالضبط ما تتفضل به يجعلوننا نتساءل عما بعد هذه الهدنة وبعد أن تنقضي فترة 72 ساعة على ما يبدو بحسب ما تشير المعلومات أن الاتفاق سينفذ خلال 72 ساعة هناك مدة فاصلة ستكون بالحد الأقصى يوم الأحد المقبل بالنسبة للمدنيين هناك أكثر من 500 عائلة لبنانية تقدمت بطلبات تسجيل لدى الصليب الأحمر الدولي الذي انتقل اليوم إلى جرود عرسال وتحديدا إلى منطقتين الملاهي ووادي حميد لأجل التنسيق مع هؤلاء المدنيين للانتقال إلى سوريا عمليا ستقسم المسألة إلى مرحلتين المرحلة الأولى جزء من هؤلاء المدنيين وبعض المسلحين من قبل سرايا أهل الشام والذين أوقفوا القتال في اليوم الأول للاشتباكات هم سيتجهون نحو مناطق القلمون الشرقي وتحديدا في مدينة أرحيبي أو المدينة المجاورة وهي جيرود وهؤلاء سيعودون بالبساط بالإضافة إلى حوالي 500 أو أكثر من ذلك من العائلات المدنية سيتوجهون إلى هناك أما بالنسبة إلى جبهة النصرة ومن يرغب من بعض عائلاتهم الموجودين في تلك المخيمات الجردية وهي بالمناسبة مخيمات خارج نطاق سلطة الجيش اللبناني سيتوجهون إلى إدلب في الشمال السوري لكن ماذا بعد؟ لا أحد يستطيع ضمان ذلك السرايا أهل الشام يتحدثون عن أنهم سيعودون إلى القلمون الشرقي بسلاحهم الفردي هناك شكوك حول ذلك بأن يقبل النظام وحسب الله بالعودة بسلاحهم كما أن هناك شكوك وتخوفات لدى بعضهم من أن يتلم أصلابهم وربما قد يندرش كل هذا تحت عنوان التقسيم الفعلي لسوريا والذي يقول بعض المراقبين بأنه بدأ بالفعل منذ أن بدأت معركة عرسال شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي مونير ربيع كنت معنا من بيروت في موضوع آخر فرق الأمن الموريتاني بالقوة مسيرات احتجاجية دعت لها قوى المعارضة تعبيرا عن رفضها التعديلات الدستورية وأسفر القمع الذي طال بعض قادة الأحزاب عن دخول بعض منهم المستشفيات ينضم إلينا من واكشوت محمد جميل ويلد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض الذي كان مشاركا في المسيرة التي تعرضت للقمع من قبل قوات الأمن الموريتانية هذه المسيرة معروفة أنها كانت تعارض التعديلات الدستورية سيد ويلد منصور أولا حمد لله على السلامة لماذا برأيك لجأ النظام الموريتاني إلى قمعكم بالقوة هذه المرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا حينما ترجو الأنظمة إلى هذا النوع من الاستعمال الوحشي للقوة ضد المتظاهرين السلميين فمعنى ذلك أنها تحس بضعف الحجة وبأن الشعب لا يتجاوب مع ما تقول وتطرح نحن طرحنا أمام الشعب الموريتاني وطروحة واضحة تتعلق بمخاطر وواجهها هذا المشترك من جراء الاعتداء على دستوره من جراء يوضاعه الاقتصادية الصعبة من جراء تهديد الوحدة الوطنية لأبنائه من جراء تشويه سمعته واتخاذ مواقف لا تلق بهذا البلد ولا بعلاقاته مع الجران والأشقة طرحنا هذه الشعرات وطرحنا هذا الخطاب تجاوب معنا الشعب الموريتاني خرجنا للتظاهر السلمي من أجل رفض تعديل لا دستوري لدستوري أجمع عليه الموريتانيون يريدون تغييره في رموزه في مضامنه في إلغاء محكمة عدله السامية في إلغاء مجلس الشيوخي تجاوبا معنا الناس كان هناك رأي عام متعاطف لذلك لجأ النظام إلى استعمال القوة والاعتداء بالضرب المبرح على قادة المعارضة سيد وولد منصور يبدو أن هذا الاعتداء تكرر تفيد الأنباء الآن تفيد الأنباء الآن مشاهدين الواردة من واكشوت أن الأمن الموريتاني واصل في الواقع قمع المظاهرات التي تجددت بدورها وأن القيادة محمد وولد غداء القيادة في المعارضة يقبع الآن في أحد المستشفيات بعد تعرضه للضرب سيد وولد منصور هل تقلقكم استمرار هذه الممارسات أنا الآن قادم من المستشفى الوطني حيث يرقد الأخ السناتور محمد والغدة إثرال اعتداء عليه بشكل وحش في وقفة سلمية في ملتقى طرق رئيسي في العاصمة وبالمناسبة تعرض الشباب فيها للقمع الشديد واعتقل زهاء العشرين من قادة شباب المعارضة الديمقراطية هم يواصلون القمع ونحن نواصل التعبير عن مواقفنا عن قضايا شعبنا عن رفضنا لتعديل دستور بلدنا بطريقة أحادية لا تصب في المصلحة الوطنية ولا لصالح الديمقراطية نحن أمام نظام بعد أن شوه كل شيء وخرب كل شيء يريد أن يشوه ويخرب دستور البلد تمهيدا لتخريب إضافي ربما يتعلق بالمأمورية الثالثة إذن نحن نريد أن نتخذ الموقف في الوقت المناسب وأن نعبر عنه وأن نتحمل النتائج في ذلك لذلك تواصل القمع اليوم سيتواصل غدا فيه ثلاث مظاهرات كبيرة في العاصمة نواقشوط وستستمر للتظاهرات الشعبية والاحتجاج على هذا التعديل اللا دستوري على هذا النظام الفاسد على قمع الحريات على انتهاك الأعراض وبالتالي نحن سنواصل مسارنا إن شاء الله فخورونا بنتائجه معتزونا بتعاطف شعبنا معنا ومستعدونا لتحمل التابعات إن شاء الله تعالى من بين هذه التابعات ما نشاهده الآن يدكم في الجبيرة سيد ويلد منصور أصبتم أمس في المظاهرة؟ نعم هل أصبتم أن نشاهد يدكم موضوع في الجبيرة؟ هل هذا نتيجة مشاركتكم في المظاهرة والقمع الذي تعرضتم له؟ نعم أنا كنت ضمن بعض قادة المعارضة في مسيرة الأمس وقد اعتدت علينا قوات الشرطة بشكل وحشي لا إنساني لا يحترم مكانة القادة لا يحترم سلمية التظاهرة لكن بطبيعة الحال نحن مستعدون لتحمل هذه النتائج وصبنا إصابات بالغة وتسببت في بعض الإعاقة لبعض القادة واليوم كما قلنا الأخ محمد والغد يرقد في المستشفى للمرة الثانية شباب المعارضة تعرض لإصابات بالغة في الرأس اليوم أيضا وبالتالي هم لديهم القوة لديهم السلاح لديهم الضرب لديهم الاعتداء لديهم قوة يعوضنا بها الحق نحن لدينا الحق لدينا الرأي لدينا الموقف لدينا السلمية لدينا التشبث بالديمقراطية وسنتصر مهما كانت قوتهم لأن القوة الحق دائما تنتصر على حق القوة نعم ولكن الحق بحاجة إلى قوة تنصره أيضا سيد ويلد منصور الاستفتاء لم يبقى له وقت طويل الأسبوع المقبل ماذا ستفعلون غير الدعوة لمظاهرات مثلا إضراب عام دعوة إلى عصيان مدني كما قرأنا نحن أحزاب سياسية نحن قوة سياسية ديمقراطية سلمية سنواصل هذا النمط من النضال إن شاء الله لكن الثبات على هذا النمط من النضال سيؤتي نتائجه بإذن الله لأن هذه الأنظمة قد تكسب معركة في يوم أو في أسبوع أو في شهر لكن صبر الشعب صبر القوة السياسية استمرارها في النضال سيؤدي في النهاية إن شاء الله إلى الانتصار وبالتالي هل أن المعارضة متشرذمة منقسمة سيد ويلد منصور سيؤدي إلى النتيجة والقوة التي نملكها هي قوة الشارع وقوية التشبث في المواقف المعارضة متشرذمة منقسمة وهذه نقطة ضعف جلية ربما يستغلها النظام لا الآن المعارضة الأساسية في البلد تتجمع فيما يسمى بمجموعة الثمانية التي تضم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يتشرف برئاسته الدورية ويضم أكثر عدد من أحزاب المعارضة وقوة المجتمع المدني والشخصيات والنقابات يضم أيضا تكتل القوة الديمقراطية يضم حركة إيرا يضم حزب الصواب يضم القوة التقدمية للتغيير يضم حزب الوطن يضم مجموعة حركات شبابية وحدة المعارضة وتنسيقها وبالتالي لعل ذلك هو الذي أفقد النظام أعصابه وبدأ يمارس هذا القمع بعد أن نجحت المعارضة في تجاوز الخلافات والتشرذم وبالتالي قوة المعارضة الديمقراطية الأساسية يوم تجتمع متجاوزة لخلافاتها لمدارسها الإيديولوجية ربما لاختياراتها المجتمعية من أجل موقف موحد للدفاع عن الوحدة الوطنية عن الديمقراطية لإنهاء مرحلة الاستبداد وتغول النظام الوحادي محمد جميل وولد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض في نواكشوت شكرا جزيلا ونشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل سوريا المدنيون وقود الحرب ضد تنظيم الدولة قتل 29 بدنيا على الأقل في سلسلة غارات جوية شنتها طائرات التحالف الدولي على مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والتي ما زال التنظيم يسيطر على نصفها بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان وقال المرصد إن غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل 29 مدنيا بينهم ثمانية أطفال على الأقل في المدينة الوقعة في شمال سوريا وفر عشرة ألاف المدنيين من العنف المتصاعد في الرقة من جانب آخر غارت طائرات النظام السوري على مناطق واسعة في ريف دمشق ما تسبب في سقوط عدد من القتل والجرحة لغة النار هي اللغة الواحدة التي يتعامل بها النظام السوري مع شعبه فالنظام السوري لم يبدأ أي احترام لأي هدنة أو اتفاق لوقف النار منذ اندلاع الثورة عام 2011 عشرات الغارات الجوية وقصف مدفعي ومحاولات مستمرة لاقتحام مناطق بالغطاة الشرقية مشمولة بعدة اتفاقات حالية لوقف النار إذ قتل مدني وجرح آخرون جراء قصف جوي ومدفعي استهدف حي جوبر بالعاصمة دمشق كما تزامن ذلك القصف مع محاولات قوات النظام وميليشياته الأجنبي اقتحام حي جوبر واستم قاومة عنيفة من قبل فصائل المعارضة وفي ريف دمشق بالتحديد في غطتها الشرقية فقد تعرضت مدن وبلدات زملكة وعين ترما وأوتايا لقصف مكثف أسفر عن جرح مدنيين ودمار في المنازل وذلك على الرغم من أن تلك المناطق مشمولة باتفاق أستانا لخفض التوتر واتفاق آخر لوقف إطلاق النار برعاية روسية مصرية وليس الحال بأفضل في ريف حمص الشمالي المشمول أيضا باتفاق خفض التوتر إذ قتل طفل وجرح آخرون جراء قصف قوات النظام مدينة تلدو بالمدفعية الثقيلة أما ريف حماء فتلك حكاية أخرى تروي فصولها طائرات النظام الحربية ومدفعيته الثقيلة فقد قتل مدني بقصف بالصواريخ الفراغية استهدف مدينة عقرب بالريف الجنوبي للمدينة كما سقط عدد من الجرحة بقصف لقوات النظام استهدف مدينة مورك بريف حماء الشمالي بعشرات القذائف والصواريخ موقعاً إصابات في صحوف المدنيين ومحدثاً دماراً في المنازل المدمرت الأصلانية تتابعون معنا بعد قليل تونس القانون يحمي النساء المعنفات أهلاً بكم من جديد مشاهدين أقرى البرلمان التونسي بالإجماع مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة ويهدف القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء وينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين في المناهج التعليمية وتعد تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة ومنذ عام 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن دول الحصار الأربع لن تتراجع عن شروطها المقدمة للدوحة من أجل رفع الحصار جاء ذلك خلال جلسة محادثات موسعة بين شكري ونظيره الفرنسي جون إيف لودريان في ختام زيارة بدأها ثلثاء للعاصمة باريس بحسب بيان للخارجية المصرية قال وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن واشنطن ترغب في إنهاء الأزمة الخليجية وإن دول الحصار لم تتفاعل مع المقترحات الأمريكية بشأن الأزمة وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطرية إثر لقاء جمعه بواشنطن مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون حيث قال إنه بحث المقترحات الأمريكية بشأن الأزمة وإن الدوحة تتعامل معها بإيجابية وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في وقت سابق إن واشنطن تنتظر جلوس أطراف الأزمة الخليجية على طاولة الحوار وضيفة أن الحوار المباشر بين أطراف الأزمة سيؤدي إلى دفع فرص الحل قدما قالت منظمة هيوم الرايتس وارش إن فرقة من الجيش العراقي دربتها الولايات المتحدة أعدمت عشرات الرجال في المراحل الأخيرة من معركة الموصل مع مسلحي ما يعرف بالدولة الإسلامية وحثت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان الحكومة الأمريكية على وقف كل أشكال الدعم للفرقة 16 وحثت المنظمة المعنية على وقف كل أشكال التطرف الأخرى وأيضا أشكال الدعم للفرقة 16 بالجيش العراقي في الشأن العراقي أيضا يعاني سكان مدينة الموصل وخاصة القاتنين في جانبها الأيمن من أوضاع صحية سيئة بعد دمار البنى التحتية للمؤسسات الصحية والمشافي جراء الحرب وكانت المدينة شهدت معارك بين القوات العراقية وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الذين اتخذوا من تلك المؤسسات مقارا عسكرية لهم المزيد في تقرير شفيق عبد الجبار وضع صحي مزر تشهده مدينة الموصل بعد انتهاء العمليات العسكرية لاستعادتها المجمع الطبي غربي المدينة الذي كان يضم كلية الطب ومستشفى بن سينة والجمهورية وطب الأسنان كلها أصبحت ركامة فالحرب أتت على تلك المؤسسات الصحية بالكامل لم تنجو من المعارك سوى أبنية لمراكز صحية أولية تقدم خدمات صحية محدودة تعد على أصابع اليد الواحدة حاليا أكثر المراكز الصحية تم افتتاحها مع عدد المراكز الأخرى التي لحد الآن لا يمكن الوصول إليها لوجود بعض مخلفات الحرب التي هي الألغام والكذا ما قدرنا أن نصغلها فحاليا 11 مركز صحي نحن بالساحة الأيمن أهلناها وقدمنا علاج ولقاحات لكافة المواطنين في الساحة الأيسر المشفى العسكري في حي المنصور أوفروا حظا من غيره فهو الوحيد الذي لم تنل منه الحرب كثيرا استعانيت بجهد الدولة المقدم وجهد المنظمات الإنسانية التي توفرها فلقيت القطرية سابقة بالموضوع بهذا المكان الوضع الصحي لسكان الموصل يعاني الأمرين إذ تفتقد هذه المدينة المنكوبة إلى الرعاية الطبية خاصة للنساء والأطفال وكبار السنة الذين أنهكوا إبان سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة وما تلاه من عنف جراء معارك استعادة مدنهما شفيق عبد الجبار التلفزيون العربية من الجانب الأيمن لمدينة الموصلة الآن إلى مجموعة من أخبار رياضة مع هشاميه شكرا وإل شكرا أمل أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه النشرة الرياضية أعلن التحاد الأوروبي لكرة القدم ما يفع نائب الرئيس أنخيل مريا فيار قدم استقالته الفيار البالغ من العمر 67 عاما يعد أحد أقوى المسؤولين في كرة القدم عالميا خلال العقدين الأخيرين يقبع حاليا في السجن في إسبانيا مع مسؤولين إسبان آخرين من بينهم ابنه غوركا وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان أصدره إن نائب رئيس اليوفا وعضو اللجنة التنفيذية لليوفا قد تقدم باستقالته الفورية وكان فيار قد أوقف في إسبانيا الأسبوع الماضي خلال تحقيقات في اتهامات بالفساد ذات سلة بمنصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم فاز إنتر ميلان إيطالي على نظيره باير ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للعبه إدير الذي سجل ثنائية نيراتزوري انتصار تصدر به الإنتر منافسات المجموعة برصيد الثلاث نقاط متفوقا على باير ميونيخ بفارق الأهداف فيما ظل تشيلسي الإنجليزي بلا نقاط في المركز الأخير بدوره فاز ماشتر سيتي الإنجليزي على ريال مادريد الإسباني بأربعة أهداف لهدف في لوس أنجلس في مباراة ودية ضمن كأس الأبطال الودية أو الدولية المقامة في الولايات المتحدة وكان لدى بروين يدا في إحراز فريقه للأهداف الثلاثة الأولى التي جاءت في الشوط الثاني حيث ساهمت الضربة الركنية التي لعبها في إحراز نيكولاس أوتاميندي الهدف الأول في الدقيقة الثانية والخمسين قبل أن يصنع الهدفين الثاني والثالث لرحيم سترلينغ وجون ستونز في الدقيقتين التاسعة والخمسين والسابعة والستين وحسم ستزن الاتصار بالمباراة في الدقيقة الثانية والثمانين عندما سجل البديل إبراهيم دياز الهدف الرابع فيما أحرز أوسكار رودريغيز هدف حفظ ماء الوجه ليرا المدريد في الدقيقة الأخيرة أن الاتحاد التركي لكرة القدم بالتراضي عقد المدرب المنتخب التركي فاتح تيريم في وقت أكدت فيه صحافة التركية أن الاتحاد أجبر تيريم على الاستقالة على إثر شجار نشب بين المدرب وبين صاحب أحد المطاعم وثار موجة غضب كبيرة على المدرب في مواقع التواصل الاجتماعي المزيد في التقرير التالي بعد مرور خمس سنوات على تعينه مدربا للمنتخب التركي الأول أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم قرارا بالإنفصال عن المدرب الشهير فاتح تيريم تيريم صاحب المسيرة الرائعة في عالم كرة القدم في تركيا والذي قاد الأتراك إلى نصف نهائي يورو 2008 والذي أشرف على المنتخب التركي مرتين أحدهما في التسعينيات والأخرى في الألفية الجديدة تاريخ وإنجازات لم تشفع لترييم من أجل منع إقالته على خلفية توارطه في عراق في أحد المطاعم في تركيا بسبب خلاف مادي ترييم نفى في البداية دخوله في هذا العراق لأن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورا للمعركة كما وصفتها الصحف التركية وأفادت أيضا أن الخلاف يتعلق بأمور مالية تتعلق بصاحب المطعم الخاص وصهر فاتح ترييم الذي يملك مطاعم منافسة وبعد أن اشتعل الغضب تجاه المدرب على مواقع التواصل لم تكن هناك خيارات أخرى أمام الاتحاد التركي سوى الاتفاق مع ترييم على تقديم استقالته فالانفصال هو الحل الأفضل ولمعرفة أبرز ردود الفعل لنضم ولينا من مدينة إسطنبول أحمد سندس الصحفي الرياضي سيد أحمد مرحبا بك كيف تتفاعل الأوساط الرياضية في تركيا مع قرار استقالة ترييم من تدريب المنتخب التركي مساء الخير أولا حقيقة الشارع التركي منقسم ما بين مؤيد لاستقالة فاتح ترييم وبين معارض لهذه الاستقالة المؤيدين خصوصا جماهير فريق قلاتسراي الفريق الذي دربه فاتح ترييم في ثلاث مناسبات مختلفة في الماضي وحقق معه إنجازات كبيرة تطمح لوصول فاتح ترييم وعودة فاتح ترييم للإشراف على الفريق في الموسم الجديد خصوصا في ظل التراجع الكبير الذي يعانيه فريق قلاتسراي في الموسم الماضي تراجع بشكل كبير وخلال الموسم الحالي خرج من الأدوار الأولى من تصفيات التأهل لبطولة الدوري الأوروبي فبالتالي بعض الجماهير تطالب كانت حتى قبل إعلان الإقالة أو الاستقالة يعني البيان الذي صدر منتحاد التركي أعلن عن فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين الجمهور كان يطالب بعودة فاتح ترييم قبل هذا الفسخ للعقد من أجل العودة إلى قلاتسراي بينما بعض الجماهير تؤمن أن فاتح ترييم هو الوحيد القادر على إنقاذ مسيرة المنتخب التركي في مشواره في تصفيات كأس العالم خصوصا أنه يحتل المركز الثالث حاليا وبعيد بفرق نقطتين فقط عن فريقي الصدارة المنتخب الكرواتي ومنتخب أيسلندا سيد أحمد ألان وقد استقال ترييم من هي الأسماء المطروحة على طاولة لخلافته على رأس المنتخب التركي يعني حتى الآن لا يوجد أسماء محددة هناك أحاديث عن المدرب لوتشيسكو بأنه قادم لتدريب المنتخب التركي هناك أحاديث أيضا عن مدربين التراك ومطالبات كثيرة بأن يكتولى تدريب المنتخب التركي مدرب تركي يعرف اللاعبين ويعرف أسليب اللاعبين وخواص اللاعب التركي بشكل عام بعد فشل تجارب كثيرة مع مدربين كبار من الخارج وآخرهم كان جوز هيدنك المدرب الهولندي الذي لم يقدم الكثير مع المنتخب التركي هناك أقويل عن عبدالله أفجة المدرب الذي أقيل قبل فاتح تريم من تدريب المنتخب التركي يحقق نجاحات كبيرة رفقة فريق باشاك شهير وقاده إلى المركز الوصافة في بطولة الدوري التركي وتأهل معه إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا هناك أحاديث أيضا عن أيكوت كوجمان المدرب الجديد لفريق فنرباتشا وأيضا عن أرتوغر السلام المدرب الذي درب فريق قلت السراي وبورسة سابقا أحمد سندس الصحف الرياضي كنت معنا من اسطنبول شكرا جزيلا لك والآن عودة إلى الزميلين أمال ووائل لاستكمال ما تبقى من الأخيرة شكرا هشام لاستذكر المشاهدين وإياكم أبرز ما جاء في الأخيرة عشرات الجرحة في يوم دام بالقدس والمصلون يعودون إلى المسجد الأقصى حزب الله يعلن هدنة شاملة في معارك عرسال غارات للنظام على الغوطة الشرقية وقتل بقنابل التحالف الدولي في الرقة جرحى من بينهم قادة في المعارضة الموريتانية بعد قمع السلطات لمظاهرات مناهضة لتعديل الدستور وبهذا مشاهدنا نصل إلى ختام نشتنا الأخيرة لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء كونوا بخير اشتركوا في القناة